بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو والذي يعتبر من أهم الفيديوهات الخاصة بالPOD اليوم سوف نتكلم عن التريد مارك والكوبيرايت كما سأتكلم عن شيء آخر هو مسؤول على غلق الحسابات في نهاية الفيديو لذلك شاهد الفيديو حتى النهاية لأن هذا الفيديو ومهم جدا لكل شخص يعمل على POD سواء على Merge by Amazon أو Redbubble بالنسبة للأشخاص الجدد نحن نتكلم في هذه القناة على كل ما يتعلق بالPOD Print on Demand سواء على Merge by Amazon, Redbubble وكذلك KDP اشترك حتى تتوصل بكل جديد لايك إذا أعجبك الفيديو ولنبدأ أشرح على بركة الله بداية لنشرح ما هي تريد مارك وما هي الكوبيرايت تريد مارك يشارع إليها بTM أو R تعني العلامة المسجلة ولنعقد على سبيل المثال ديزني فهي علامة مسجلة لماذا هي علامة مسجلة؟ لأنها ماركة خاصة بشركة الشركة المعروفة هي شركة ديزني إذا بحثنا في القاموس عن ديزني فهي كلمة لا تعني شيء إذن قام شخص بابتكار هذه الكلمة وقام بتسجيلها كاسم لشركته لذا فنحن لا نملك الحق باستخدام هذه العبارة التي هي ديزني إذن هذه باختصار ما هي تريد مارك؟ إذن نشرح الآن الكوبيرايت الكوبيرايت هي حقوق الملكية ويشار إليها بحرف C الكوبيرايت بكل بساطة هي كل عبارة لا تملك الحق في استخدامها كل عبارة ذكرت في فيلم أغنية أو شريط أو كذلك مذكورة في كتاب وأنت لا تملك الحق في استخدام هذه العبارة لأنها لديها حقوق ملكية مذكورة في أحد هذه الأمور إذن هناك شخص يمتلك هذه العبارة ونأخذ على سبيل المثال Let It Go Let It Go من فيلم Frozen الخاص بشركة ديزني فنحن لا نملك الحق في استخدام Let It Go لأنها عبارة خاصة بكوبيرايت مسجلة لفيلم Frozen الخاص بديزني أتمنى أن أكون قد شرحت لكم الفرق ما بين الكوبيرايت والتريد مارك الآن سوف نتترق إلى الموقع التي نبحث فيه لكل دولة لديها موقع وداتابيز يتم تسجيل فيها حقوق الملكية بالنسبة للسوق الأمريكي الدولة الأمريكية فالموقع هو USPTO يمكن كذلك مراجعة المواقع الخاصة بالدول الأخرى سأترك لكم رابط في أسفل الوصف لمراجعة هذه المواقع وسأترك لكم الصفحة الخاصة بذلك على Amazon قموا بدخول إلى هذه الصفحة وقموا بمراجعة هذه المواقع في حال كنتم تريدون العمل على سوق آخر غير السوق الأمريكي اليوم سوف نركز على USPTO إذن ننتقل أول شيء نكتبه هو USPTO على موقع جوجل إذن هذا هو الموقع USPTO.gov ندخل إلى الموقع نضغط Trademarks من هنا Search Trademarks فاصل قصير قبل مواصلة الفيديو أي شخص لم يتم قبوله في Merch by Amazon ومهتم بالحصول على حساب يرجى التواصل معنا على الإيميل التالي contact.waliddaif.gmail.com Search our trademark database من هنا يمكنكم البحث على Trademarks سواء بالدخول إلى عبر هذا الرابط أو الرابط الثاني basic wordmark search يمكنكم بكل البساطة الدخول إلى هذه الصفحة ثم تضغطون Live ثم هنا تكتبون عبارة لنأخذ على سبيل المثال عبارة ديزني ونقوم بوضعها بين مزدوجتين ثم سنضغط Submit Query وهنا نلاحظ أن هنا لدينا جميع العبارات الخاصة بديزني والتي لا يمكن استخدامها يمكنكم الضغط على إحدى هذه العبارات ونلاحظ العديد التفاصيل الخاصة بالتريد مارك هذه كذلك يمكنكم البحث عبر Word or Design Mark Search هنا نختار هنا نتركها كما هي هنا نختار Basic Index هنا نختار Goods and Services هنا نختار End هنا نكتب العبارة ديزني ثم هنا نكتب الرقم سفر خمسة وعشرون وهو الريكورد الخاص بالتصميم التيشرتات سفر خمسة وعشرون هو الرقم التسلسلي الخاص بالتيشرتات إذن نسأل الموقع هل لدينا الحق باستخدام هذه العبارة هل هي تريد مارك مسجلة خاصة بالتيشرتات أم لا إذن سندغط Submit Query ثم ننتظر قليلا هنا يعطينا تفاصيل أكثر بخصوص كل ما يتعلق بديزني بكل بساطة دون الدخول في التفاصيل الخاصة كل ما نريد معرفته هو هل لدينا Serial Number هل هذه العبارة مسجلة إذن Register Number لدينا نعم هل هي Live أم Dead كما نرى لدينا هنا العديد من العبارات المتعلقة بديزني لدينا هنا ديزني بكل بساطة هيا ديزني ولدينا Live يمكننا الضغط وهنا يمكننا معرفة تفاصيل أكثر بخصوص Add Trademark متى سجلت إلى آخره وكل التفاصيل المتعلقة هنا كما ترون لدينا Goods and Services لدينا سفر خمسة وعشرون كل ما هو متعلق بـ T-Shirtات لا يمكننا استخدام عبارة ديزني عليه لدينا كذلك ريكوردات أخرى لا يمكن استخدام عليها عبارة ديزني أنا اليوم أشرح T-Shirtات يمكنكم البحث إذا كنتم تريدون تصميم على أمور أخرى يمكنكم البحث بنفس الطريقة النصيحة التي أقدم لكم اليوم هو كل عبارة لديكم فيها شك ولو واحد في المئة أنها ممكن أن تكون قوموا بالتخلي عنها وقوموا بالبحث هناك العديد من النيتشات وهناك العديد من التريندات مئات الألاف من النيتشات والتريندات التي يمكن البحث والعمل عليها من فضلكم تجنبوا التريد ماركس هكذا تتجنبوا غلق حساباتكم لأن هنا كل ما نريده هو أن نواصل بالحساب إذا كنت تعمل على أمازون تعمل على ميرج باي أمازون هنا نبحث على التقدم في التيارات رفع التير وبهكذا تضع تصاميم أكثر وبهذا تزيد فرص الربح من على موقع Merch by Amazon أما إذا كنت على Redbubble فالمطلوب هنا كل ما نريده هو أن نضع تصاميم أكثر يكون لدينا المئات بل الألاف من التصاميم وهكذا تكون لدينا فرص أكثر أن نحصد المبيعات سوف نواصل طبعا الفيديو اليوم هناك العديد من الأشخاص يحترموا تريد مارك ويحترموا الكوبيرايت ولكن مع ذلك يتلقون سواء ريد جيكسن أو يغلق حسابهم ويسألون لماذا يغلق حسابي مع أني احترمت الكوبيرايت واحترمت التريد مارك هنا بكل البساطة لم تحترم قوانين أمازون أمازون لديها قوانين خاصة بالإضافة إلى التريد مارك والكوبيرايت نذكر منها عدم استغلال المآسي لجني الأرباح إذن هناك من يستغل المآسي أو الكوارث الطبيعية ليقوم بتصميم تي شيرتات ورفعها على ميرش بأمازون كنوع من التضامن وبهذا يجني الربح فأمازون سلسة أمازون واضحة بهذه الخصوص لا يمكنك اتباع ذلك وكان هذا فقط مثال واحد على أحد القوانين التي يجب عدم خرقها الخاصة بأمازون هناك العديد من القوانين التي يجب عدم خرقها واتباعها إذن أنصحكم أن تقوموا بقراءة قوانين أمازون هكذا تتجنب الغرق هناك طريقتين أريد كذلك مشاركتها معكم خاصة بالترازماركس والكوبيريت إذن ندخل على موقع أمازون أمازون دوت كوم ونقوم بالبحث على سبيل المثال هالوين إذن سنقوم بـ هالوين شيرتز سنقوم بالبحث فقط إذن هنا الإضافة التي شرحت لكم في الفيديو السابق Merge Research Free يمكنكم هنا البحث على التيشورتات الخاصة بمرش بأمازون فقط هكذا تستثنون تيشورتات FBA وكذلك سوف نقوم على سبيل المثال سوف نقوم على سبيل المثال بالبحث على كلمات أو عبارة قد نرى أنها تريد مارك إذن سوف أقوم بالبحث هنا إذا وجدنا عبارة إذن نلاحظ أن هذه هي ديزني يمكنكم تفقدها بشكل سريع دون اللجوء إلى الموقع USBTO بشكل مباشر فقط نقوم بتضليل العبارة التي نريد البحث عنها ثم نضغط ضغطة يمين ثم نفس الإضافة Merge Research Free ثم نضغط USBTO هكذا سيتم بحث مباشر سوف تقوموا الإضافة بتوجيهكم بشكل مباشر إلى موقع USBTO وهنا تلاحظون جميع العبارات المتعلقة بديزني كذلك هناك إضافة أخرى تمكنكم بالبحث بشكل سريع ندخل على سبيل المثال إلى هذا التشيرت ونقوم بشكل سريع للتريد مارك إذن الإضافة التي نزلت هنا هي إضافة Merge by Amazon تريد مارك إذن Merge by Amazon تريد مارك سوف أقوم بمرج إفورمر عفوا الإضافة اسمها Merge Informer تريد مارك إذن سوف أقوم بمرج إفورمر تريد مارك تريد مارك وسوف يقوم بتعليم العبارات التي هي تريد مارك لدينا الشرح قبل قليل إذن من فضلكم أصدقائي تجنبوا تريد مارك تجنبوا وقوموا بقراءة قوانين Merge by Amazon إذا كنتم على أمازون وقوموا بقراءة قوانين Redbubble إذا كنتم على Redbubble كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لايك إذا أعجبكم الفيديو السلام عليكم ورحمة الله